بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة ورجعنا لكم تاني بسرعة بعدما خلصنا الجزء الأول من كلمات الوحدة التانية الدرس الأول والتاني وجايين دلوقتي في الفوكابلال استادي أو في بارت 2 من الفوكابل وده بيتكلم عن المتلازمات اللفظية والمشتقات وحرف الجر وغيرها من الكلمات اللي احنا محتاجينها وده الجزء ده موجود عند حضرتك من صفحة 105 لصفحة 114 من كتاب المعاصر 2023 معاصر ادي اول الكلمات مع حضرتك achieve وخلي بالك ان هنا جايب كلمة first مجموعة على اساس انها اسم achieve first يعني يحقق المراكز الاولى او يحقق الريادة او يكون الاول في تحقيق انجاز attend a school ادي اهو attend a school يحضر مدرسة يعني يدرس في مدرسة مش هيقول study a school هيقول study at school guys او go to school يذهب للمدرسة انما attend زائد school على طول كده هو الاجابة فيها attend attend a school breakdown يعني يقضي على stereotypes الأفكار النمطية and prejudices والتحامل او الظلم bring attention to يعني يلفت الانتباه او يجلب الانتباه لي defy prejudice يتحدى التحييز defy stereotypes يتحدى الصورة النمطية او يتمرد على الصورة النمطية بعد كده مع حضرتك الجزء اللي تحت منه do a job يعني يقوم بوظيفة او يعمل وظيفة do an activity يعني يمارس نشاط do some research do some research يعني يقوم بالبحث do sports يعني يمارس رياضة generate electricity يولد كهرباء have a difficulty يكون عنده صعوبة او يواجه موقف صعب have an impact يعني له تأثير او اثر do something to make a contribution to do something to make a contribution to يعني يعمل مساهمة او يسهم فيه make decisions يتخذ قرار او يقرر make a speech يلقي خطبة make history يصنع التاريخ يحقق المجد make medical treatment يعني يقوم بالعلاج الطبي او يعمل دواء دواء. اوبتين قلنا يعني يحصل على وبي اتش دي قلنا فلوسفي دكتوراه يعني الحصول يحصل على شهات الدكتوراه. ريسيف ابيجري اكشن يتلقى رد فعل قوي او مردود قوي. ريسيف اسكولرشيب يحصل على منحة دراسية. ريسيف اسكولرشيب يحصل على منحة دراسية. ريكو جنيز كونتريبيوشن تو يعني يعترف باسهامات في كذا. ريكو جنيز يتعرف على او يعترف. كونتريبيوشن تو اسهام في. يتطلب قوة. يعني يفوز بمنحة دراسية. يبقى انت عندك ريسيف اسكولرشيب يتلقى منحة دراسية. يعني يفوز بمنحة دراسية. يعني يفوز بجائزة. تعال على الاسئلة تحت. زي ما متعودين في البداية. ماي كازن ابن عمي مدرسة ستي في مدينة العبور. عايزة حرف الجر تو. عايزة حرف الجر ات. برضو يتعلم عايزة ات او ان ماشي. يعني يحضر او بيدرس في مدرسة ستيم نمبر تو. جايانا فاروق. كلنا عارفينها. هز نقط ميدالز. نقط ميداليات في اربع دول مختلفة. وطبعا الميداليات بيكون فيها الفوز. يبقى الاجابة نمرت ايه. وون ميدالز. فازت بميداليات. صفحة اللي بعدها مية وستة. على طول وجاية في السريع. رقم ثلاثة بيقول لك كونفيدنس. الثقة. مالها. تساعد الرواد. يحقق المراكز الاولى او يحقق الريادة. يبقى الاجابة نمرت دي. اتشيف فيرست. نمبر فور بيقول لك ميني ومين. الكثير من النساء. التحيز. اجينست وومن ضد المرأة. نوديز هذه الايام. هتنفع معايا كلمة دي فاي يتحدى. وهتنفع معايا كلمة بريك داون برضو يعني يكسر او يتحدى. يبقى الاجابة نمرت دي بي و سي. كمسة. فانز ارصب بوصدته والمشجعين. من المفترض بيهم ذير ستارز. النجوم بتوعهم كونفيدنس. الثقة بتاعت النجوم. نوت التكذن مش يهجموهم. يبقى انا عايز اعزز الثقة بتاعتي او اعطي له الثقة او امنحه الثقة. يبقى الاجابة نمرت اي جيف. نمبر سيكس بيقول لك صلاح. زيارة محمد صلاح للجمعية الخيرية. الانتباه او الاهتمام. لأهمية التبرعات. يبقى طالما جاب اتنشن يبقى هيجيب برينج اتنشن بالماضي منها تبقى بروت. جلبت الانتباه او حصلت على الانتباه. سبعة. انا كنت اول واحد في المدينة بتاعتي. ان انا نقط المنحة الدراسية بتاعة الجامعة الامريكية. يبقى هنا يفوز بالمنحة. الاجابة نمرت اي وين. نمبر ايد بيقول لك في ريال اشرف. وكلنا عارفينها هستوري التاريخ. صنعة التاريخ. حققت المجد في توكيو 2021. اولمبيات. يبقى ميك هستوري. الاجابة طبعا تبقى في الماضي تبقى ميد. ناين بيقول لك دي امباكت رول موديلز نقط. التأثير اللي القدوات او الناس المهمة او الناس المحبوبة. نقط ان ينجي بيبول على الشباب از جريت. مش دي امباكت. يبقى هافئن امباكت. يبقى الاجابة نمرت ايه اللي بيمتلكوه على الشباب بياثر عليهم. او اه شيء عظيم. رقم عشرة. دكتور زويل طبعا الدكتور احمد زويل الله يرحمه. سيفرال كنتربيوشنز مساهمات عديدة. توسينس للعلم اند تكنولوجي والتكنولوجيا. طالما قال كنتربيوشن يبقى هجيب معاها ميك كنتربيوشن هياخد الماضي باميد الاجابة نمرت بي. حداشر دي اكتيفتيز الانشطة ستيودنتس الطلاب اتسكول في المدرسة هل بذن بتساعدهم امبروف ذير سكيلز يحسنوا مهاراتهم. كلمة اكتيفتيز بتاخد الفعل دو دو اكتيفتيز الاجابة نمرت سي. الانشطة اللي الطلاب بيعملوها في المدارس بتساعدهم على تحسين المهارات. تعالى في المترادفات الكلمة ومعناها. عندك كلمة كونفيدنس الثقة معناها تراست ثقة بيليف ايمان او ثقة ريلاينس الاعتماد على. ديفا يتحدى بتساوي تشالنج يتحدى ريزيست يقاوم ديس او بي يعصي. التحيز او التحامل او الظلم بايس تحيز. الجزئية او الاكتزاء او التحيز. يعني التمييز العنصري. يعني فوز تريامف يعني نصر او فوز وفيكتوري برضو يعني نصر او فوز. تعالى الكلمة وعايز عكسها بقى. بيت يهزم يعني يخسر قدامه. يخسر منه. يبقى لوز تو. خلي بالك ان لوز تو يعني يخسر امام حد او امام فريق. بيت يبقى عكسها لوز تو. كونفيدنس الثقة. يبقى عكسها ديسترست. عدم الثقة. داوة الشك. انسرتينتي. عدم التأكد. ديفاي يتحدى. عكسها سرندر يستسلم او جيف ابي يستسلم. ديفاي يخالف او يعصي. يبقى عكسها او بي يطيع وفوله يتبع. اكواليتي المساواة. عكسها ان اكواليتي عدم المساواة وبرجودس التحيز. ميل ذكر او ذكوري. عكسها في ميل انثى او نسائي. منت العقلي او ذهني عكسها فيزيكا البدني او جسماني. وين فوز عكسها لص خسارة. خلي بالك لحظة. وين لو معناها يفوز كده تبقى فعلي يبقى عكسها لوز. ال او اس اي يخسر. لكن احنا اتفقنا ان الوحدة دي جاية معايا كلمة وين بمعنى خسارة جاية اسمي يبقى عكسها لص فقد او خسارة. اصحى الله يكرمك. تمام? اصدي وين معلش انا هتلخبط. وين فوز يبقى عكسها لص خسارة. وين فوز. يبقى عكسها لص خسارة بعد اذن حضرتك. يبقى لو وين يفوز فعلي عكسها لوز يخسر لازم يبقى الفعل عكسه فعل. انما لو وين معناها فوز اسمي يبقى الاسم عكسه اسمه ولو عايز اقول خسارة هتبقى لص. ال او اس اس اللي يكرمك. انتبه لمصلحتك علشان خاطر مفيش حاجة تلخبطك ولا تقف قدامك ان شاء الله. افتح لي صفحة 107 فاندم هتلاقي اول تمارين السينونيم والانتونيم او المرادفات والعكس. نمر واحد بيقولك ايكواليتي المساواة بين الرجال والنساء في العمل مهمة. ادي كلمة مساواة ودي انتونيم عايز عكس ايكواليتي عايز عكس المساواة في هذا السياق او في هذا المنطوق. اجابة نمر دي بي و سي عدم المساواة وبريجوديس التحيز او الظلم يبقى نمر دي صحة تنفع لتنين. نمر 2 بيقول لحضرتك you can defy two armed men متقدرش تتحدى او تهزم رجلين مسلحين بمفردك. كلمة defy يتحدى او يهزم في هذه الجملة. ممكن استبدلها باي؟ استبدلها باي يعني عايز معناها معنى يتحدى او معنى يهزم معناها. resist يقاوم وبي يطيع give up يستسلم surrender يستسلم الاجابة نمرد ايه resist يقاوم. ما تقدرش تقاوم رجلين مسلحين لوحدك ثلاثة. سما بيتني انتشيز سما هزمتني في الشطرانك. سما هزمتني معناها ان انا سما يبقى انا خسرت لصالح سما او خسرت قدام سما يبقى لوسط طول ايجابة نمردسي. انا عندي ثقة مطلقة في ما يقوله. عكس ثقة. عكس ثقة دوت الشكل اجابة نمرد بيه لان trust و belief و reliance كلهم معناهم الثقة. لما الاجابة نمرد بيه هنا عكسها لانه عايز الانتونيم. خلي بالك شوفه عايز ايه منك عايز انتونيم ولا سنونيم. عايز معناها ولا عايز عكسها. نمبر 5. فوزك عمل يومي. فوزك عمل يومي يعني ايه فوزك عمل يومي. يعني حقق للسعادة يعني كنت مقصود في اليوم ده بسبب فوزك. ده ورد ون بقى شوف كلمة ون في الجملة دي. تعطي معنى مضاد لكلمة ايه. هنا كلمة ون معناها يفوز ولا فوز. هنا معناها فوز. عارف ليه لان جاي قبلها صفة ملكية والملكية يجي بعدها اسم. معنا كده ان كلمة ون هنا معناها ايه فوز. يا طرى تبقى لوز يخسر ولا لص خسارة. عشان كده انا شرحت لك الحتة دي واحنا بنقرأ الكلمات. يبقى الإجابة نمبردي لص خسارة. تعالى على المشتقات. المشتقات بتاعت النهاردة معنا كلمة اوورد يمنح جائزة هي هي اوورد يعني جائزة. اووردي يعني الشخص الفائز بالجائزة. يعني فائز بالجائزة. الفائز بالجائزة يبقى اووردي هي اوورد ويننج. يبقى دي بتساوي دي. يبقى الاووردي يا اما الاوورد ويننج بس فيه فرق. ان دي اسمه دي ايه ابطال. ان دي صفة. طيب تعالى بقى على Contribute يساهم او يشارك فيه. بيجي مع حرف الجرة 2 Contribute 2. طب مساهمة Contribution. طب المساهم نفسه. اللي ساهم في الحاجة Contributor. طب مساهم او مشارك صفة Contributory. طيب تعالى على Inspire يلهم او يوحي. Inspiration وحي او الهام. Inspiring ملهم. لو انت بني ادم انت ملهم يبقى Inspired. Inspirational يعني تشجيعي أو تحفيزي أو من وراه الإلهام أو بيجي من وراه التحفيز Lecatcher يحاضر أو يدي محاضرة هي هي Lecatcher يعني محاضرة يعني نفع فعله اسم و Lecatcher يعني الأستاذ الجامعي أو المحاضر أو اللي بيدي محاضرات في الجامعة الفيزياء فيزيكس طب عالم الفيزياء اسمه Physicist طب فيزيكا المعناها بدني وجسماني وفيزيكا المعناها طبيعي أو مادي أو ملموس هي هي فيزيكا الجاية بمعنى بدني أو جسماني فيما يخص البدن أو الجسد وفيزيكا الجاية من فيزياء يعني طبيعي أو فيزيائي أو ملموس أو مادي تمام كده تعالى على اللي بعدهم بيقولك Prejudice يعني ده فعل بقى بمعنى يؤلب أو يحرض على أو يؤثر سلبيا بيخلي الناس تتحيز Prejudice هو الظلم أو الانحياز أو التحامل أو الاضطهاد Prejudice عنصري و Prejudicial يعني دار أو مؤذي أو في تحيز Qualification المؤهل اللي انت بتحصل عليه الشهادة اللي انت بتاخدها لما بتتخرج الشهادة المؤهل إنما لما تبقى انت بني آدم مؤهل يعني أصبح عندك مؤهلات تبقى انت بني آدم Qualified يعني حاصل على مؤهل أو بني آدم متأهل إن انت تشتغل أو متأهل بعد الجامعة إن انت تشوف لقمة عيشك عن طريق الشهادة اللي انت خدتها تعالى على الميني تيست 3 اللي هو بتكلم في الدريفاتيبز بيقولك في رقم واحد Professor A كريم وخلي بالك إن التلاتة كلهم شغلين Professor A كريم التلاتة كلهم لرايت هنا Professor A كريم ما لهم بقى Is expert at خبير فيه فيه يبقى هنا عايز اسم خبير في ايه طيب يبقى أنا بتقول لي is expert at خبير في ايه physics الفيزياء physical 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 physicist خبير في علم فيزية ولا خبير في physical بطريقة فيزيائية يبقى الإجابة نبرت ايه خبير في physics الفيزياء number two Professor A كريم is an expert مش خبير فيه بقى ما قالش خبير فيه هو مؤط خبير مؤط خبير الاستاذ البروفيسير ايه كريم مؤط خبير مؤط خبير physics فيزياء physical 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 خبير بس يا مستر فيزيائي آه تقصد فيزيائي يعني عالم فيزيائي إنما دي اتصفة يبقى الإجابة نبرت سيهي physicist عالم فيزيائي number three Professor A كريم برضو study aszaa نقط وارلد بيدرس العالم مؤطي بقى أنا عايز هنا صفة ليه لأن أنا عندي كلمة العالم اسم جاي قبلها صفة بقى يبقى البروفيسير ايه كريم بيدرس العالم نقط حولنا يبقى بيدرس العالم الفيزيائي أو العالم المادي من حولنا الإجابة نبرت بي physical world العالم الفيزيائي أو المادي من حولنا أربع his criminal history آه تاريخه الإجرامي السوابق بتاعته has not his chance عملت ايه في الفرصة بتاعته توجد أجوب إنه يحصل على وظيفة الإجابة هنا هتبقى نمرت see prejudice لا يا مستر انت مش قلت prejudice يعني يا آه هنا جاية بمعنى يؤثر سلبا على يؤثر سلبا على السوابق بتاعته أو التاريخ الإجرامي بتاعه أثر على فرصته في ايه في الحصول على وظيفة نما طبعا awarded 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 عارفين معناه وبرجدست بقى يبقى معناها ايه يبقى معناها عنصري يبقى هنا الإجابة هتبقى نمرت see هي الإجابة الصحيحة تعالى عن number five in the US في الولايات المتحدة الأمريكية there is still some cultural nقط لا يزال يوجد بعض نقط الثقافي الله يبقى كالتشرال دي ثقافي صفة يبقى العكس يبقى أنا عايز الصفة توصف اسم هيجي بعدها اسم لا يزال يوجد نقط ثقافي against color the people ضد الناس الملوينة الناس الملوينة يعني يقصد إخواننا من أصحاب البشرة السمراء ولا فرق لعربيين على أعجبين ما فيش أي فرق بين حد بلون لأن ربنا سبحانه وتعالى خلنا كلنا زي أسنان المشطة فبيقول في الولايات المتحدة لسه لغاية دلوقتي في بعض نقط الثقافي ضد إيه الناس أصحاب البشرة المتغيرة أو البشرة السمراء يبقى الإجابة هنا لسه في إيه يعني عايز اسم award وادلا دول معناهم مكافأة أو جايزة أو الكلام ده وبرجودس وبرجودس للإجابة الملتسية هنا بقى بريجودس مش معناها يؤثر سلب بأن هنا معناها تحيز أو ظلم أو اضطهاب أيوة تعال بقى على رقم 6 بيقول لك كلنا نقدر نقط نقط العلماء وخلي بالك طالما عمل أبستروف يبقى دي ملكي بقى أنا برضو عايز هنا اسم نحن لا نزال نقدر نقط العلماء which have made our lives better اللي خلت حياتنا أفضل contribute you saهم contributions ishameat contributors musaهم contributors tesaهمي أوسع أو إسهامي أو مساهم يبقى الإجابة نمرتسي contributions الإسهامات بتاعة العلماء سبعة scientists are the major نقط العلماء هم نقط الرئيسيين وميجر دي صيفة يبقى أنا عايز هنا اسم بس المرة دي مش هقول العلماء هم المساهمة ولا هقول العلماء مساهمين هتبقى لجابة نمرتسي contributors مساهمين ثمانية scientists المرة دي فاعل وعايز وراها فاعل يا فندم العلماء بيساهموا ويبقى الإجابة نمرت والله يا جماعة ما فيه اسهل من سؤال المشتقات السنة اللي فاتت الناس كانت بتواجه صعوبة كبيرة جدا في موضوع سؤال المشتقات دوت والحمد لله ربنا وفقنا معاهم وده الوقت ان شاء الله السنة دي الموضوع اسهل وافضل ولذلك ركزوا جماعة وذاكروا كويس لان طالما المنهج بقى تاني سنة وخلاص المنهج اتعرف من الناس وخلاص التلامزة والدفعة طلع مثلا اشطر من اللي قبليها او مش عندها مشاكل زي اللي قبليها هتلاقي المجميع هترتفع والتنسيق هيعلى شده حلقه والجد عنه المناقسة السنة دي اشد من السنة اللي فاتت تسعة اعتقد ان الفريق المصري سيتأهل لربع النهائي مش دي سوفة ودي مستقبل بسيط يبقى عايز وراها الفعل في المصدر انا عايز اقول لي يتأهل الاجابة نمرت ايه ولي في بطل الابطال عشرة اي اكسبيكت اتوقع ذا نؤطة لما قال ذا يعني قال له حضرتك عارف ان دي اداة تعريف وادات التعريف بتيجي قبل الاسم انا اتوقع تأهل الفريق المصري بقى ذا كواليفيكيش ان التأهل يا باش مفيش اسهل من كده طيب تعال بعد كده على رقم 11 يقول لك هل تعتقد ان عمر وكانددت يعني مرشح لوظيفة هايلي يعني بطريقة عالية ودي ظرف ظرف الظرف ده يبيوصف فعل يبيوصف صفة بس كده ليه طيب ما قلتش فعل ليه لان ما ينفعش اقول هايلي لو انا عايز اقول ظرف مع الفعل هيبقى الفعل قبل منه طب انا هيجي قبل بعد منه هيجي بعد منه صفة تمام كده يبقى انا دلوقت الافضل ليه ان انا اختار هنا صفة واقول ان عمر عمر ده عاقل ولا غير عاقل لا ده عمر عاقل هل تعتقد ان عمر مؤهل بشكل عالي كمرشح او مرشح مؤهل بطريقة كويسة وطالما صفة تصف الانسان يبقى هتبقى كواليفايد الاجابة نمرت بي ناشط ايوز نقط ايوز نقط ابرايز فور ماي لاست نوفل انا وز دي عايزة وراها تصريف ثالت علشان تبقى مبنية للمجهول انا منحت ايو اهي اهي مو نش تو انا منحت جايزة فور ماي لاست نوفل على رواية الاخرانية يبقى لازم تصريف ثالت يبقى ايجابة نمرت ايه اووردد منحت او كوفئت بجائزة يجب ده سكن بست اكتور نقط هو حصل على نقط افضل ممثل تاني افضل ممثل يبقى حصل على جائزة جائزة يعني اوورد الاجابة نمرت بيه هي الاجابة الصحيحة واعتقد ان كده نبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الدريفاتفز الحمد لله وافتح للصفحة اللي بعضيه هتلاقي عند حضرتك صفحة 109 وفي صفحة 109 هتلاقي التعبيرات والمصطلحات فعل زائد حرف جرب ودول هتلاقي عليهم هم الكل التمرين تحت منهم بطولة استراليا المفتوحة بتاعت التنس يعني بطولة كبرى يعني قدر متساوي من يعني يكرم بجائزة يعني يصارع يتحدى يحارب العقبات او الاعاقة يتعود على وعارفين ان يتعود لما بيجي قبلها جبت بيجي وراها الفعل زائد ING شرحناها واحنا بنشرح الماضي بطولة جراند اسلام ودي قلنا بطولة مجمعة نيو للتنس والنيو كلير باور الطاقة النووية opening game او opening match يعني المباراة الافتتاحية الاول ما يعمل حفل الافتتاح في كاس العالم اول مباراة ماها opening game او opening match على اليمين يعني فخور به وليفاي از يتأهل ولازم يجي وراها وظيفة يعني يتأهل كمدرس كمهندس كدكتور the Egyptian public اللي هو الجمهور المصري طبعا the first round الجولة الاولى the first class order of science and art هنا كلمة order معناها وسام وسام من الدرجة الاولى في العلوم والفنون the mental side of competing يعني الجانب الذهني في المنافسة the to be honest صدقا او الحق يقال او حقا اقول او للامانة to be honest للامانة او عشان اكون امين معاك up until then احنا عارفين ان في حاجة اسمها up till now او up until now يعني حتى الان دي معناها حتى الان لكن هنا up until then معناها حتى ذلك الحين او حتى ذلك الوقت لان طبعا دي بتكلم عن ماضي believe in يعني يؤمن بي believe in break down معناها يكسر او يحطم معناها يتعطل contribute to يعني يساهم في look up to يعني يقتدي به او ينظر باجلال او بفخر move to ينتقل او يعزل الى name after خلي بالك name after يسمي على اسم I named my son after my father سمت ابني بق على اسم ابويا طيب وبعدين point out بمعنى يوضح فيه point two او point at يعني يشير الى نعم point out يقصد فيها ان هو يوضح يشير الى بقصد التوضيح او الشرح او التفهيم مش يشاور بصبعه على حاجة يبقى point out هنا معناها يشير الى يقصد يوضح او يشفح تعالى على مني test for number one بيقولك my brother was honored and awarded كو فئة او مولحة اذا لسه ارينها honored with number two I named my elder son سمت ابني الكبير او after his uncle على اسم عمه او اسم خاله they both are called احمد هما الاتنين بسمينهم احمد طيب رقم ثلاثة من يونج بيقول كثير من الشباب look no at صلاح بيفتخروا بصلاح يبقى look up to يعني يتفاخر بي او يتبهى او ينظر باجلال she is a remarkable Egyptian woman انها امرأة مصرية معروفة remarkable يعني ملحوظة او بارز who has broken نقط stereotypes كسرت او تحدت النمط وprejudice التحييز demonstrating that demonstrate قلنا معناها يوضح او يبين او يشرح موضحة ان women's place مكان المرأة in society في المجتمع is important مهم كل دوت علشان يقولك break down يعني يتحدى او يكسر القيود او يكسر التحييز ضد المرأة تعالى number 5 بيقولك they have contribute خلاص حرف الجرة ساهموا في contribute to completing the task ساهموا في اكمال المهمة وهاتلي صفحة 110 تلاقي شوية حاجات جميلة جدا خلي بالك ان this is a word of proud of فخور بي بيجي وراها الاسم او الفعل زائد ing انا فخور بخوية i am proud of my brother انا فخور بمحمد صلاح i am proud of محمد صلاح طيب في بقى to ايوه زي الفؤل برضو بي proud to انه يكون فخور بي بس بيجي وراها المصدر بس مش فخور بي بقى اسف مصدر بيجي بفخور an اهو i am proud to do something يعني فخور انه يعمل حاجة i am proud to receive this award انا فخور اني اتلقى هذه الجهة i am proud to be Egyptian انا فخور اني اكون مصري بس في حاجة بقى اسمها take pride in ايوه take ou have اي واحدة فيهم هنا pride بقى اسمي مش صفة فخر take pride in يعني يفتخر بي بس مش هيبقى بقى لها verb to be لان معاها فعل take ou have يبقى بيقول she takes او has pride in her respectable family هي فخورة او بتفتخر بعيدتها المحترمة reward يا جماعة مكافأة مقابل عمل اشتغلت شغلانة خدت عليها ارشين او حتى مش ارشين خدت عليها شهادة تأديد اسمها reward انا اوارد جايزة بالذات لما تكون كاس بالذات لما تكون درع بالذات لما تكون حاجة معنوية وليست حاجة مادية اما reward كده مقصولة عن اه فدوة عنبر في مستشفى اهو reward مكافأة او يكافئ تيجي اسم وفعل I got a reward خدت مكافأة for coming first عشان طلعت الاول I was rewarded كوفقت for coming first على ان طلعت الاول يبقى مكافأة اسم ويكافئ فعل award بقى منح او يمنح جائزة او شهادة اهو doctor's well got an award for his great discovery خد جائزة على اكتشافه doctor's well was awarded برضو منح يبقى تيجي اسم وتيجي فعل جائزة او منح او يمنح طب word بقى اللي هي اه مفصولة عن word دي معناها عنبر او قوضة كبيرة في مستشفى للعينين او الناس اللي فيها سرير للمرضى medicine الدواء او الطب الطب faculty of medicine كلية الطب medicine الدواء medical يعني طب بصفة يبقى medicine يعني الطب دي ما بتتعدش انما medicine دواء ينفع تتعد ولها مفرد ولها جمع medical طب بصفة ما هيش حاجة competition وطورنامنت وانا شرحتها وانا بقرأ الكلمات بتاعت الجزء الاول في الفيديو اللي فات تورنامنت ديت يا جماعة قلنا دا دوري او بطولة لازم يكون رياضية غصبا عن اي حد انما competition منافسة او مسابقة تنفع تكون رياضية او اي حاجة تانية غير رياضية يعني مسابقة علمية مسابقة منافسة فيها حاجة بعيد عن الرياضة اه يا باشا تنفع تبقى رياضية وغير رياضية وادة الخلاصة بتاعت الاثنين علشان ننتهي فيزيسيست دا عالم فيزياء وفيزيشان برضو شرحتها وقلت لك خلي بالك ان دا والدكتور ممارس عام لسه خريك اهي فيزيشان بتسوي دكتور طبيب معالج او طبيب ممارس عام فيزيسيست دا اللي هو عالم الفيزياء او خبير في الفيزياء ومع الطلقش وخش على طول في صفحة 111 على مني تيست فايب كليب دا كونفيوجن اللي هي توضيح الارتباك او اللخبطة بين بعض الجمل والكلمات نمبر ون اي توك بارت ان دا انتر سكول لتريتشار نقاط انا شاركت في نقاط في المسابقة الادبية في جوه المدرسة او اللي هي داخل المدرسة مش خارج المدرسة لو سمحت كلمة لتريتشار دي مسابقة في الادب صح ينفع تبقى تورنامينت رياضية لا يبقى هتبقى الاجابة نمبر سي كومبيتشن اما تشامبيون الاولانية دي معناها بطل تشامب اللي احنا بتسمعها في المصارع يقولك تشامب تشامب اختصار تشامبيون يعني بطل طب تعال على نمبر اتنين برضو نفس الكلام اشتركت في المسابقة اللي دخل المدرسة بس المسابقة رياضية احنا اتفقنا ان الكمبيتشن تدفع رياضية وغير رياضية وتورنامينت اصلا رياضية يبقى الاجابة هنا نمبر دي بي و سي انفعه يا باشا نمبر ثري ابويا يكون نقاط اخويا ونمبر اربعة برضو ايه معلش يا مستر ايه الفرق اهم يا باشا تلاتة واربعة هنا بيقول ايه از يبقى جاب فربي بي يبقى عايز هنا صفة هنا قال مايفاضر وماقلش فربي بي وبرضو قال مايفاضر هنا عايز يقول ابويا فخور باخويا وهنا ابويا بيفتخر باخويا يبقى هنا از يبقى عايز براود فين اف مع اهي يبقى الاجابة نمبر دي براود اف فخور بي تحت وراها فخور بمين ده جاب فعل في المصدر يبقى هتقول انا فخور ان انا فخور اني اكون عضو في الفريق القومي او احد افراد الفريق الوطني نمبر سيكس بيقول لك نقاط الحقيقية بتاعة المدرس هو لما الطلاب بتوع يوصل الاهداف بتاعتهم طبعا هنا هتبقى مكال لان ريل دي صفة يبقى الصفة دي عايز اسم يبقى المكافأة الحقيقية بتاعة المدرس طبعا مش جائزة ولا حاج المكافأة الحقيقية للمدرس هي حصول طلابه على اهدفهم او وصولهم لاهدفهم طب لما نيجي بقى اتيتشر ازريلي نقط هنا بقى جايب از وعايز تصريف ثالث علشان يبقى اقول ايه مونيح الجائزة بتاعته او كوفئة المدرس حقيقة تنموتك متكافئ او اخذ مكافئته هتبقى نفس ريوارد بس معمولة تصريف ثالث ريوارد تعال على تمانية محفوظ وزنوقة زانوبل برايز ادي جايز نوبل نوبل بقى يبقى مفيش لا ريوارد ولا ريوارد هتبقى عايز وراها تصريف ثالث عشان تبقى مبنية للمجهول يبقى مونيحة تعال على رقم تسعة اي ون انا فزت يبقى انا عايز مفعول هنا والمفعول هيبقى اسم يبقى انا فزت بجائزة يبقى او او انا انا فزت بجائزة او فزت بمنحة طيب جميل جدا 111 بس عايز تروح عدرتك بسرعة كده على السريع على صفحة 114 علشان خاطر نتناقش في الخمس جمل المجاب عنها او اللي بيقول عليها يعني تمارين متقدمة لعلى الكلمات هي مجاب عنها عندك بس عايزين نشرحها يقول لك في المرة واحد طلبت من اصدقائي والمتابعين بتوعيت ونوء انهم نوء تساهم برأيها تشارك برأيها الاجابة نمرت يساهم فيه او يشارك يلهم انه يبدع وينشأ يبقى الاجابة نمرت بطل تزعق للحكام يا احمد هم ضد فرقتنا الاجابة هتبقى يعني يخليهم يتحيزون كده انت دائما تجعلهم يتحيزون ضد يعني يتحيز ضد هنا جاية فعل بمعنى يتحيز ضد الفريق بتاعنا نمر 3 بيقولك فيها احنا حاولنا ان احنا نقط شاقتنا القديمة علشان تبقى العيادة الخاصة بتاعت احمد يعني هي شقة شقة قديمة كانت سكن والسكن ده احنا حاولنا ان احنا نعدله عشان نخلي عيادة حلو كده يبقى كده يؤهل ايوما احنا حبينا نعيد التأهيل نأهل الشقة يعني نخليها تصبح صالحة لان هي تبقى عيادة لان هي اصلا مكنتش عيادة يبقى نمر 4 بيقولك اي دونت لايك نقط اميج اي من الات صحيح هنا بقى انا عايز كلمة بالمعنى دوت بمعنى ان استخدام التليفونات مشارك بنسبة 30% في حوادث الطريق يعني معنى كده كلمة بهذا الشكل ديت كده تبقى صفة والصفة بالشكل دوت لا تستخدم الا في السياق بتاع نمر تس لانها لازم يجي بعدها اسم فقط لازم ما تستخدم كصفة اللي از اجابة نمر تس استخدام التليفونات عامل مساعد عامل مشارك 30% في 30% من حوادث الطريق هتبقى الاجابة نمر تس هي الاجابة الصحيحة وكده نكون خلصنا الجزء دوت من الكلمات بالكامل على الدرس الاول والتاني في بداية الوحدة التانية وما تنساش لايك وشيروا وشيروا ودعوا حلوة من قلبك راجل لايك بشوفك على خير وراي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته